الخطة الامنية الرمضانية في المحافظات المحررة تؤتي ثمار قضتها العالمية في قطع الشريان الاهم لتمويل الارهاب الحوثي بالممنوعات ايرانية المهربة جهوزية عالية لقوات الامن والجيش الوطني في مكافحة شبكات تهريب المخدرات والحشيش للحوثيين التي تنشط سنويا في شهر رمضان اكثر من عيره ففي اليوم الثاني من رمضان ضبط ابطال اللوى 23 ميكا نحو ثلاثة حبة من الكابتاجون المخدر مع افراد شبكات التهريب بعد الاشتباكات معهم ومن الخط الدولي بمحافظة حضر موت الى البحر الاحمر حيث ضبطت قوات خفر السواحل شبكة تهريب مخدرات تابعة للحوثيين على مقربة يومين من دخول رمضان وبلغت الكمية المضبوطة من الحشيش المخدر في الجمعة الماضية نحو 160 كيلو جرام اضافة الى 157 الف قرص من مخدر كابتاجون وتستغل ميليشيا الحوثي الاجواء الرمضانية المفعمة بمشاعر التوبة والتقوى وحسن الظن والخلق في الوسط اليمني العام لتحريك شبكات تهريب المخدرات على هيئات مموهة وعبر خطوط مخاتلة لا سيما مع احتياجات الميليشيا لتزويد تحشيداتها العسكرية الحالية في الجبهات بمواد الإدمان لتغييب وعيهم عن حقيقة الشعار الزائف بتحرير القدس مع الحاجة الى تمويل الحرب على اليمنيين بمبيعات المواد المخدرة الممنوحة للحوثيين مجانا من طهران وهي تشهد في مناطق غياب الدولة رواجا رغم الجوع الساحق وبمكافحة الممنوعات وضبط شبكات التهريب يسجل الامن والجيش الوطني انتصارا كبيرا بتظافر الجهود المجتمعية على طريق تكفي في اخطر منابع تمويل للإرهاب الحوثي الاسود اشتركوا في القناة